أطفأت طهران مفاعلاتها النووية من جهة وأشعلت من جهة أخرى فتيلة صواريخها الباليستية فقد كشفت المعارضة الإيرانية معلومات عن 42 موقعاً لإنتاج واختبار وإطلاق الصواريخ الباليستية في إيران بعضها مرتبط ببرنامج طهران النووي كما هو حال موقع سمنانة بين هذه الجبال التي يصعب الوصول إليها أنشأ الحرس الثوري الإيراني مراكز إضافية غير معروفة لتكثيف صناعة وإطلاق الصواريخ لمن يتابع ما تقوم به إيران فهذه المعلومات تظهر أن الاتفاق النووي لم يكبح جمح النظام الإيراني الذي لا يزال عدوانياً إنه عدواني أكثر من ذي قبل ويحس أنه بحاجة لتطوير الصواريخ لأنه يخسر في عدة مناطق كشفت المعارضة الإيرانية عن تعاون بين خبراء من بيونج يانج من أجل استنساخ التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تقول المعارضة الإيرانية إنها قدمت هذه المعلومات وغيرها إلى مختلف المسؤولين في الإدارة الأمريكية من أجل فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد إلغاء الاتفاق النووي بل تقويته عبر تضمينه برنامج الصواريخ الباليستية وكل ما تقوم به إيران من تمويل للإرهاب خاصة فيما يتعلق بحزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة المعلومات التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وجدت صدا كما يقول مسؤولها عند الكونغرس الأمريكي بديمقراطيه وجمهوريها وأول الغيث العقوبات التي أقرها مجلس الشيوخ بشأن إيران والتي لا تستهدف النظام فقط بل كل الأجهزة والأشخاص أمريكيين أو أجانب يساهمون في تمويل برنامج الصواريخ في انتظار أن يؤكدها مجلس النواب يرى كثيرون أن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني وجهان لعملة واحدة لا يمكن إلغاء أحدهما وتجاهل الآخر خاصة وأن إيران تسخر حاليا كل ما لديها لتطوير صواريخ تهدد بها أمن دول الجوارة أمينة سريريسكاينيوز عربية واشنطن